بدعم دولي وإقلمي سفينة بيسون الأمريكية في طريقها إلى شرق البحر المتوسط حاملة على متنها أولى معدات بناء رصيف عائم مؤقت قبالة سواحي الغزة لإيصال الإمدادات الإنسانية الحيوية إلى قطاع غزة عن طريق البحر السفينة الأمريكية أبحرت من قاعدة عسكرية في ولاية فرجينيا يوم السبت فور إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بحرم رصيف العائم المزمع إنشاؤه الذي يحظى بدعم بعض الدول العربية والاتحاد الأوروبي سيستغرق إنشاؤه وفق البنتاجون من شهر إلى شهرين حتى يتمكن الجيش الأمريكي من تشغيله بكامل طاقته رجح باتريك ريدر المتحدث باسم البنتاجون الاستعانة بألف عسكري أمريكي من أجل إكماله توقعت منظمات دولية أن تقوم سفينة تابعة لمنظمة أوبن آرمز الإغاثية الإسبانية حاملة على متنها 200 طن من المساعدات الغذائية برحلة تجربية لاختبار الممر في أقرب وقت ممكن كما كشفت عن أن أعمال إنشاء رصيف بدأت بالفعل ضاف مسؤولنا أن بمجرد وصول السفينة إلى غزة سيتم تفريغ المساعدات بواسطة الرافعات وتحميلها على شاحنات لنقلها إلى شمال غزة الذي تم عزله عن المساعدات إسرائيل التي استعرض وزير دفاعها يؤاف جالنت الأعمال التحضرية لبناء الرصيف رحبت بدخول الشحنات البحرية وقالت أن ستقوم بتفتيش تلك الشحنات المتجهة إلى غزة قبل مغادرتها منطقة التجمع في قبرص لكن تلك الشحنات البحرية إلى جانب الأخرى الجوية لم تعوض وفق مسؤولية الإغاثة النقص في الطرق البرية حيث لم تصل شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى المستوى اليومي الذي كان قبل الحرب والبالغ 500 شاحنة